قبل 16 يوماً من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثامن من تشرين الثاني نوفمبر المقبل تحتدم المنافسة بين المرشحة الديمقراطية هيلري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب على نيل أصوات الناخبين في عدد من الولايات المتأرجحة ومن بينها أوهايو وفلوريدا ونورث كارولاينا وتضمن الولايات المتأرجحة مجتمعة 87 صوتاً من أصل 270 من الأصوات لتحقيق الأغلبية اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة دونالد ترامب الذي تراجعت أسهمه في استطلاع لشبكة ABC بواقع 12 نقطة لم يتراجع عن اتهاماته بأن التزوير يشوب العملية الانتخابية رغم ذلك لا يزال ترامب متشبثاً بالأمل في تحقيق الفوز في الانتخابات مستنداً على استطلاع للرأي يظهر تفوقه على منافسته في فلوريدا بفارق ضئيل لكنه كاف لإعطائه دفعة جديدة في تلك المرحلة الحاسمة من السباق أظهر استطلاع Investors Business Daily وهو من أدق استطلاعات الرأي منذ الانتخابات الماضية بل ومنذ دورتين انتخابيتين أننا نتصدر السباق على المستوى الوطني بفارق نقطتين وبعد أن غادرت أوهايو، بنسلفينيا ونورث كارولاينا دعوني أقول لكم إننا سنفوز بتلك الولايات الرئيس الأمريكي باراك أوباما من ناحيته جدد من مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا انتقاد المرشح الجمهوري لرفضه مسبقاً نتائج الاقتراع هذا يعني أنك لا تملك المقاومات اللازمة للنهوض بتابعات هذه الوظيفة الأمور ستزداد صعوبة وفي الكثير من الأحيان لا تسير الأمور في الاتجاه المنشود لكن عليك الصمود مثل ما فعلت هيلاري ولا تزال تفعل من ناحيتها تواصل حملة كلينتون التركيز على الولايات التي كانت تعد سابقاً حكراً على الجمهوريين ومن بينها نورث كارولاينا التي تعد ولاية المتقلبة علينا كذلك أن نستثمر في توصيل خدمات الإنترنت للجميع لكل منزل ولكل مقر عمل ولكل مدرسة نحن هنا في مثلث البحث الذي يضم نخبة من أذكى العقول ومن ذوي العلاقات الوثيقة بأصحاب النفوذ على مستوى العالم لكن رغم ذلك ووفقاً لمرصد شارلوت فإن منزلاً من أصل خمسة في نورث كارولاينا لا تصله خدمة الإنترنت وفيما تتضارب نتائج الاستطلاعات بين فلوريدا ونورث كارولاينا فإن استطلاعاً لرويترز إبسوس أظهر تفوق كلينتون على ترامب في معظم الولايات مشيراً إلى أن حظوظ الفوز تميل لصالحها بنسبة 95% لو أن الانتخابات أجريت الأسبوع الجاري شكراً للمشاهدة